سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة ونعمة الرب النهاردة تحفظكم جميعا وسلامه اللي يفوق كل عقل ويملأ عقولكم ولبكم ومنازلكم ويعني بصلي انه النهاردة يكون يوم سلام في حياتكم أشكركم كل اللي بيتابعونا على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك وصفحات قناة الحياة وعلى اليوتوب أيضا حلقة النهاردة بعنوان سايكولوجية العنف في الإسلام خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده ونشوف ايه هو يعني ايه هي سايكولوجية العنف في الإسلام ايه هي يعني اول نقطة بنقول ما هو العنف نعمل تعريف كده العنف ايه مصادره وايه صوره في الإسلام بالتحديد وهل يعضد الإسلام العنف ولا لا السؤال ده يعني انا حطاها لكن انا عايزاكوا انتوا اللي تجاوبوا على السؤال ده بعد ما نشوف الحلقة النهاردة هل يعضد الإسلام العنف ياريت تكتبولي بعد ما تشوف الحلقة مش قبلها اكيه فخلينا بقى يعني نتكلم في موضوع الحلقة النهاردة كل يوم عندنا قصص جديدة وقصص قديمة بتتكرر من أحداث عنف شديد وكبير بيحصل في العالم كله مش كده بنقرع عنها او بنشوفها يعني في مجتمعاتنا لكن النهاردة انا عايزا اتكلم على العنف اللي بيحصل في المجتمعات الشرقية بالتحديد العنف موجود في العالم كله في كل مكان درجاته وانواعه واسبابه بتختلف مش كده لكن انا عايزا اركز على العنف في المجتمعات الشرقية بالذات عايزا اقول حاجة الباحثين في العالم كله بيعملوا ابحاث في كل حاجة بيفصلوا يعني او بيحاولوا انهم يدققوا فين مصادر واسباب المشاكل الاجتماعية اللي عندهم والمشاكل الاقتصادية والمشاكل اي مشاكل بيمر بيها العالم في الغرب تلاقي في يعني خلايا من العلماء بيبحثوا اسباب المشاكل دي ايه ويعملوا بقى يعني جداول مثلا لو خدنا موضوع العنف بالذات مثلا تلاقيهم بيعملوا جداول مثلا البلد دي نوع العنف اللي موجود فيها ايه وليه الطوايف دي من الناس بتعمل عنف شكله ايه المجتمعات الفلانية مثلا المجتمعات اللي فيها ناس سود اكتر من ناس بيد مثلا او ناس بيد اكتر من ناس سود او المجتمعات الاسيوية ايه انواع العنف اللي فيها وبيقسموها تقسيمات كتير جدا طبعا فيه فرق بين العنف في حياة المرأة والعنف في حياة الراجل وهكذا لكن احنا يعني ايه بنتفرج واحنا سكتين غالبا ناخد الابحاث اللي بيعملوها الناس في الغرب واحنا يدوب نضيف عليها كلمتين تلاتة ولكن دائما هي محددة بما قاله الله وقاله الرسول فاللي يقول عليه الاسلام عنف ممكن يتقال عليه عنف لكن اللي ما يقولش عليه عنف ما تقدرش تحطه في الليستة يعني ده طبيعي بتاعنا يعني عايزكوا تفكروا في الموضوع ده شوي زي ما قلت انه في قصص كتيرة في مجتمعاتنا بتتكرر زي مثلا القتل في موضوع القتل الشرف وجرائم الشرف مثلا زي الضرب للزوجة والابن والبنت والاطفال عموما في حاجات بتتكرر كل يوم نتيجها الاغتصاب مثلا التحرش القتل الحاجات دي كلها بتحصل يعني بكثرة شديدة وليها اسباب داخل المجتمع وداخل الحياة اللي احنا بنعيشها مصادرها جات منين من الثقافة من حضارة البلد مثلا اللي انت بتعيش فيها ولا الثقافة الدينية الثقافة الاجتماعية في اسئلة كتير لازم نسألها المشاكل الاجتماعية والجرائم العنف دي جات منين فكرت كده انه البشرية منذ بدايتها كان فيها عنف وتعدي بدأوا الانسان اول حاجة نقدر يعني نشاور عليها كجريمة فيها عنف كانت قتل قيين اخوها بيل نشوف الاسحاح الرابع كده في براجراف صغير بيتكلم عن ازاي قيين قتل هابيل فانا يعني ايه الاسباب اللي قدت لده انا هقرهولكو من الكتاب المقدس بيقول كده وعرف ادم حواء امرأته فحبلت وولدت قيين وقالت اقتنايته رجلا من عند الرب يعني ده سبب تسمية الاسم لكن انا كام حسيت فيها بفرحة حواء وهي بتقول انه انا بقى عندي ولد عطية من الرب فما تقدرش تقول مثلا ان قيين ما كانش محبوب او كان منبوز او كان مش عارف ايه من الاول كان فيه علامات انه يعني شخص محبوب في العيلة مش لانه قيين كان رجل عنيف وهابيل كان رجل لطيف زي الصورة اللي بنرسمها كده يعني في ذهننا بما انه احنا بنبص على النتيجة انه قيين اذا هابيل او قتل هابيل فاذا ده كان رجل شرير بالكامل وده كان رجل لطيف بالكامل طبعا ده مش واقعي في حياتنا اللي نعرفها النهاردة ما فيش حد شرير على طول الخط وما فيش حد طيب على طول الخط فيعني لازم فيه اسباب تانية خلت قيين يعمل كده بتقول كده فعادت وولدت اخاها بيل وكانها بيل رعيا للغنم وكان قيين عاملا في الارض وحدث من بعد ايام ان قيين قدم من اثمار الارض قربانا للرب وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب الى هابيل وقربانه ولكن الى قيين وقربانه لم ينظر فاغتاز قيين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقيين لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك ان احسنت افل رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وانت تسود عليها وكلم قيين هابيل اخاه وحدث اسكانه في الحق لان قيين قام على هابيل اخي وقتله ممكن تحط اسباب كتير جدا لحادثة الاتل دي دي يعني اول حادثة اتل في تاريخ البشرية احنا نعرفها هل الخناءة كانت على انه هابيل قدم زبيحة وقيين قدم تقدم من الزرع او السمار لا المشكلة انه قيين شعر انه لم يقبل مع انه الله اتكلم معاه وقال له خلي بالك ادي طريقة هو تسلوك وممكن تتوب بيه اعمل حاجة مختلفة وترفع عنك الحكاية دي او يقبل تقدمتك او اريك انا الطريق يعني كان في حديث بينه وبين ربنا وربنا نبهه انه عند الباب خطيئة رب ده لكن المشكلة انه الانسان لا يسمع عندما تكون يكون غضبه في المركز عندما يشعر انه اقل عندما يشعر بالضعف عندما يشعر بالعار عندما يشعر بالخجل وعلى فكرة المشاعر دي طورسناها الى اليوم قيين تصرف بجهل او تصرف مثلا باختار انه عارف انه كان ممكن اقدم تقدمة زبيحة زي ما الرب عايز او انه اقدم دي واقول له طب وايه المشكلة انا عايز اعملها كده انا عايز اعمل التقدمة بطريقتي مثلا المشكلة هنا انه الانسان دائما يختار انه يمشي في طريق غير اللي اختاره الله فدائما بدأ يعني نهاية هذا الطريق تؤدي الى شر فادي حدثة اول مرة نشوف حدثة عنف زي كده احنا ما نتكلم على قيين وهبيل بفتكر مثلا انه المسرحيات والافلام والحاجات اللي بتصور الحياة البدائية للانسان على انهم ما كانش عندهم فهموا على انهم كانوا ماشيين بعض ما في ايديهم وبيقولوا اجا اجا وحقيقة ما بيتكلموش والكلام ده كله دي مش حقيقة دي خيالات العلم الحديث لكن الله بيقول لنا انه كان بيتكلم معهم وبيتحور معهم وانه كان بيتواصل معهم يعني الانسان في هذا الوقت كان عنده ادوات يستخدمها لكن احنا دائما نختار ان احنا نمشي في طريقنا ونمشيش ورا الادوات اللي ربنا حطاها في حياتنا الطبيعة الانسانية الميالة للخطيئة بانت في حياة قيين وهبيب هي ايه المسألة غيرة ولا المسألة انانية اللي اتنين ممكن واللي اتنين ممكن يكونوا لما الانسان يكون مركز نفسه يكونوا مصدر لهذا العمر لكن في نقطة تانية مش بس انه قيين في الوقت ده شعر بالخجل او بالعار او يعني حس انه اقل من هبيل ده احساسه بنفسه لكن كيف رأى قيين هبيل وده السؤال ده السؤال كيف يرى المعنف اللي بيعنفهم كيف ترى الانسان اللي انت بتتعامل معاه وحاسس انه اقل منك وعلشان خاطر تريح نفسك تعنفه يا باللفز يا بالضرب يا بالكلام يعني في طرق كتيرة نسأل نفسنا انا في موقف بعنف فيه شخص انا شايف الشخص اللي قدامي ايه اقل مش مهم مش انسان الله بيعتني بيه مش ابن من ابناء الله انا مش شايفة غير اللي انا عايزة اشوفه وقت ما بكون بعنف حد اذا كان حتى ابنك وانت بتكلمه او بترشده او بتعنفه التعنيف غير مقبول لانه مش اداة تبني ابدا اكي الانسان الانسان دائما عايزة اقول من الاول عندك سبيل انك تسمع من الله لو كان قيين سمع انشاد الرب ما كناش النهاردة هنكون بنتكلم عن جريمة القتل دي كان حيكون فيه موقف مختلف خلينا نشوف ايه هو العنف بصورة عامة عايزة اقرى لكم تعريف للعنف بيقول كده في التعريف ده انه التعريف ده كتبه على فكرة استاذ عربي من الكويت استاذ علم نفس وهو اللي حطت التعريف ده هكيد واخده من يعني دراسة او حاجة هو عاملها فانا عايزة تركزوا معايا في الاستاذ ده عرف الموضوع ده ازاي بيقول كده بيعرف العنف بصورة عامة بانه السلوك المشوق بالقسوة والعدوان والقهر والإكراه وهو عادة سلوك بعيد عن التحضر واخدين بالنا العنف سلوك مشوق بالقسوة العدوان القهر والإكراه وهو عادة سلوك بعيد عن التحضر لحد دلوقتي انتم وفقين معايا صح كده ده فعلا العنف كده السلوك اللي بعيد عن التحضر والتمدن ده بتستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمار سريح سريح جدا ولكنه ايضا استثمار بدائي كالضرب والتقتيل للأفراد والتكسير والتدمير للممتلكات واستخدام القوة لإكراه الخصم وقهره ويمكن انه يكون العنف ده فردي يصدر من فرد واحد ضد فرد او ضد مجموعة افراد او ممكن يكون جماعي يصدر عن جماعة او عن هيئة او مؤسسة بتستخدم جماعات واعدات كبيرة على يعني في العنف وبعدين رحطت ايه على نحو ما يحدث في التظاهرات السلمية التي تتحول العنف وتدمير واعتداءات انا استغربت جدا انه استخدم المثل ده مع انه لما نيجي نقرأ كده التعريف اللي هو عمله لو انا هستخدم اي تعريف او اي مثل اديه عن استخدام جماعات للعنف هقول على نحو ما تستخدمه الجماعات الاسلامية من تقتيل وذبح واسر وعنف لو كنت هكون اكثر دقة هقول على نحو ما يستخدمه الاسلام او الثقافة الاسلامية ضد الانسانية خليني اعيد لكم كده عشان تشوفوا الكلام اللي قالوا بيفكركوا بحاجة ولا لا لما يقول انه السلوك العنيف ده سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر والإكراه حياة مين اللي تيجي في بالك كده حياة المرأة المسلمة على طول في قسوة ضدها دائما في إكراه على ما لا تريد ان تعيشوا دائما حتى ولو كانت حاجة بسيطة دائما محاطة بالاتهامات السيئة اللي بتخليها تتحط كده في مكان على انها يعني اذا تحركت شمال والليمين هي سبب عار هي سبب كذا هي فسقة هي فسدة هي كذا دائما محتاجة للتأديم دائما مش كده ويقولك انه دي عادة هو السلوك بعيد عن التحضر والتمدن يعني اللي انتوا شايفينه في المجتمعات الاسلامية من تعنيف الناس اللي تحت ايد الرجالة في المجتمعات الاسلامية سواء كانوا اطفال سواء كانوا نساء او حتى الكبار في البيت اللي بيقعوا تحت ايد حد شايف ان هو من سلطانه انه يقيم السيطرة على الكل بطريقته هو لانه عنده تصريح عام رسمي من اله الاسلام دي مجتمعات بيتفش فيها العنف والتدمير والاعتداءات والقتل وكل حاجة دي المجتمعات الاسلامية مصادر ده منين بقى ايه المصادر لده في الاسلام هل انا اللي انا بقوله ده افترى ولا ليه ولا ايه يعني انا ليه اخترت عنوان الحلقة النهاردة انه سايكولوجية العنف في الاسلام بالذات اكي لانه الاسلام مليء بادوات العنف المقدمة للمسلم كفرد وللمسلمين كجماعة يقدروا يستخدموها في اي وقت الادوات دي موجودة فين موجودة في القرآن موجودة في الحديث في سيرة محمد في التشريع الاسلامي المرتبط ارتباط يعني مباشر بجرائم العنف اللي بتحدث ضد ضحايا العنف الاسلامي في القرآن هتجد انه لو حطيت كده ايات العنف في القرآن او ايات القتل في القرآن مثلا هتطلع لك ايات كتيرة جدا عن القتل وعيدوا لهم واقتلوهم حيث وثقفتمو ايات كتيرة كتيرة جدا جدا وممكن نمشي مع كل واحدة منهم وتفسيرها ونقدم يعني مصدر وجذر المشكلة مشكلة العنف وانواع العنف نلقلها جذر من جذور يعني الصورة الحقيقية في التعليم الاسلام لو بس مشيت وراء الايات دي دي يعني القرآن اوامر الهية صح بالنسبة للمسلمين لكن النهاردة انا مش هركز على الايات القرآنية بس عايزة اقرلكم اية واحدة كده يعني لفتت انتباهي اللي هي يعني في في آية بتقول كده فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يترككم اعمالكم دي صورة الحجر الآية تمانية وخمسين وخمسة وتمانين وبيقول كده وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة تلقاتية فاصفح الصفح الجميل وبعدين يروح بقى ايه آيل في التفسير بتاع تفسير القرطبي يقول كده التفسير لقول النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد جئتكم بالذبح وبعدت بالحصاد ولم ابعث بالزراع ده في تفسير الايات دي لتفسير القرطبي وانا النهاردة عايزة اركز على الحديث ده بالذات عايزة ارتكز مش بس التركيز عايزة ارتكز استند على بداية رسالة محمد ويعني الباب الشيطاني اللي فتحوا هذا الرجل على المسلمين جميعا وعلى الناس اللي عايشين مع المسلمين ولم يغلق هذا الباب على أسر المسلمين الى اليوم الحديث اللي هو الحديث اني جئتكم بالذبح شوفوا حصل خلاف على هذا الحديث لما بتدينا نتكلم ونطرح الأمر ده فابتدوا يحاولوا يقولوا لنا انه الحديث ده لا ده مش حديث صحيح وانه ما تقلش كده وانه تقل كده وكلام ده كله لكن الحقيقة ان الكلام ده كله كد انا جبتلكم الاصول الحديث ده واحد بيسأل هل صحيح الحديث ده لقد جئتكم بالذبح ده في الموقع بتاع الاسلام سؤال وجواب وما توجيه معناه بيقول كده هل يمكن من فضلك انك تعلق لي على هذا الحديث وعلى اسناده هل قال الرسول لقريش انه جاءهم ليسبحهم وكيف لنا ان نفهم هذا الحديث وما هو المعنى وكده ارجو انكم تشرحوا لاني اجد الحديث محير جدا بالنسبة لي ونص الحديث يقول وهو يقول بقى نص الحديث الصحية لقد جئتكم بالذبح وقد ترجم الحديث من قبل الشيخ عبدالسلام الشامي وقال حدثنا ابي كذا عن ابن اسحاق ويحيى ابن عروة ابن الزبير وعن ابيه عروة خلوا بالكم ادي اسامي معروفة واسامي كبيرة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص قال ما اكثر ما رأيت قريشا اصابت من رسول الله فيما كانت تظهر من عدوته قال حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قد سفه احلامنا وشتم اباءنا وعابديننا وفرق جماعاتنا وسبق الهتنا لقد صرنا منه على امر عظيم طبعا اما زمان كنا بنسمع الجزء ده من الحديث نقول يعيني الرسول صبر ومش عارف ايه لكن ما كناش ناخد بالنا انه واضح من الكلام بتاعهم انه هم يعني عانوا معاناة شديدة من محمد اللي احنا ما كناش نعرفه ايضا انه في الوقت ده كان في ناس كتير بتطلع تقول انا نبي وعندي رسالة وكانوا موجودين في وسط الناس عادي يعني والناس كانت بتتبعهم عادي لكن ده واحد ابتدى انه هو يحارب الناس اللي هو قاعد في وسطه حتى وهو قاعد في مكة وبيقول لك كان هادي ولطيف وكل حاجة ومش عارف الصدق الامين والحديث الخيبة اللي كانوا بيقولوها لنا الا انه حديث الناس عنه بيقول انه هو كان بيتطهدهم كان بيشتمهم كان بيعمل معاهم زي اتباعه النهار ده ما يمش يقولوا ما تصبح على المسيحي وما تسلم على الكافر وما تهني مش عارف مين بالعيد وما تترحم على المسيحي انتو كلكوا عيب حرام وتوبوا لنقتلكوا نفس الرواية فواضح بقى انه هو كان قارفهم فبينما هم كذلك استلع عليهم الرسول فاقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بيهم طائفا بالبيت فلما مر بيهم غمزوا ببعض ما قالوا يعني يعدوا بقى يتبادلوا الكلام انت بتقول لنا كده فالضايق منهم ومشي ورجع ومشي ورجع وخلص وكده وبعدين فراح واقف بقى في النص خلي بالكم ان ده حصل في البداية يعني هو كان لسه يدوب بيقول ايه يعني يا هادي انا عايز اقلم ناس معايا لكن لانه ما يقدمه هي هذه الرسالة بعينها هو اول حاجة قالها لهم هي الرسالة دي قال لهم ايه بقى يا معشرة قريش اما والذي نفسه محمد بيده لقد جئتكم بالذبح وعملهم كده مين اللي بيعملوا الحاجات دي دلوقتي من ايام محمد لحد النهار ده اللي بيعملوا الحاجات دي هما البلطجية بس كده هتباحك انا رسالتي ليكم الذبح هذه هي الرسالة اللي قدمها اللي قدمها محمد واللي استند عليها اصحابه الى اليوم الرد بقى على السائل انه ده حديث صحيح وانه فعلا هو كان لازم يعمل كده تقدروا تروحوا لموقع الاسلام سؤالوا جوابوا تشوفوا صحة الحديث وايه اللي فسروا ولم يستطيع المسلمين انه هم ينكروا هذا الحديث او يقولوا لا ده غالبا مش ده اصلي كذا او ما كانش يقصد لا هو كان يقصد بس اثار هذا الحديث ام عنيفة لا تجد ادوات الا العنف لكل من يخالفها جماعة وافراد ده مش بس كده ده ادى الى الارتباط الشيطاني بقى فيه ارواح شريرة بايمان المسلمين لحد النهاردة انه هذا الانسان قدم موت مش حياة المسيح قال انا جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم افضل ده واحد وقف في النص ويعني عارفين المشهد ترسم ازاي هو بيلف حولين الكعبة والناس دي قاعدة تقول الراجل ده اعرفنا في عيشتنا ده بيهزقنا رايح جاي ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا ده يعني بيفرق بين المرء وزوجه وكلام من ده المسيح الكتاب بيقول عنه انه كان يجول يصنع خيرا ما كانش بيعمل اي حاجة غير انه هو يدي الناس شفاء سلام يدي رسالة الله المحبة يقدم الخلاص للناس الى عود الصليب ده اللي قدمه المسيح لكن محمد جاي علشان يفرق بين المرء وزوجه احنا عندنا على فكرة في الكتاب المقدس لو الزوج امنت او الزوج امن ما يسيبش امراته ولا تسيبي جوزك تقعودي وتكوني مصدر للسلام والمحبة في البيت لكن لما تكون الرسالة عداء الزوجة حتشوف جوزها عدو والزوجة هيشوف مراته عدو والاب حيشوف ابنه عدو وهكذا سمار ده انزل بقى اللي اغتالوا اباهم وامهاتهم واللي قتلوا علشانه واللي حربوا اهلهم واللي طلعوا سرقوا بيوتهم وقوافل اهلهم اللي فيها اهلهم واصروا اهلهم من ثمارهم تعرفونهم دي يعني بزور الشر في الاسلام خليني اركز على انه العنف دائما في شيء شخصي ليه انا ممكن اكون شخصية عنيفة او شخصية مسلمة اللي انا عشته اللي تعلمته اللي قررت عيشه في حياتي بعد كده يكون شخصيتي اكيه محمد انا عندي رؤية بقى ليه يعني كشخص هو كان شخص مريض من عدة اماكن يعني في حياته واضح انه هو كان يعني عايش لشهواته الشخصية ومن الزاته الشخصية رؤيته للنساء كان فيها مرض كبير اما تعرف انه محمد مثلا لو لو ما كانش فيه ميا وهو اللي موجود وفيه مئات الناس حواليه وفضل بقين ميا هو اللي شربهم والباقي لأ تصور هو يشرب والناس تموت ملعطش هو يأكل الاول والناس تجوع مش مهم دي من خصائصه من خصائص هذا يعني الرسول اللي بتقولك خصائص اللي أرسله ايه المسيح العكس تماما هو يعني بدل نفسه نفسه وكان ينظر الى الناس ويتحنن عليهم يأكل ويشرب ويصنع معجزات لدرجة انهم ما فضلوا يمشوا وقالهم انتو ماشيين وراي عشان جعنين لكن عايزكوا تبصوا للروح عايزكوا تبصوا للي أنا أقدر اديهلكوا روحيا أتمنى انكم تشوفوا الفرق النهار ده وتاخدوا من المسيح نفسه حياة وتاخدوا فهم جديد روحي لالله المحب يكون شكله ايه عايزك كلمة لحتة مرض محمد في الوقت ده أما كانت قريش بتضطهد وبقى على حسب اللي كنا بنسمعه محمد تعرض لضغوطات نفسية كتيرة رفض أمه لي لما كان المرضعة تجيبه وترجعه لها تاني حياته مع أمه عدم ثقته في أنه ابن عبد الله مثلا لأنه كان معروف أنه تولد بعد موت أبوه بربع سنين كان فيه حاجات كتيرة كان فقير كان عايش مع إذا كان جده ولا إذا كان عمه ولا في بيت مين عايش كان الفقير اليتيم ما حلتهش حاجة لما تجوزته خديجة قال أنا فقير ما حلتهش حاجة وهكذا فالتفخيم والتعظيم قوي في محمد في الوقت ده يعني واللي ضحكوا علينا به ده ما كانش حقيقي ده كان واحد فعلا ما حلتهش حاجة وكان متأثر نفسيا بدا فخلا يبقى حساس لللي الناس بتقولوا عليه للناس بتشوروا عليه حتى بعد جوازه من خديجة ده ما غيرش من هو مين فأعتقد انه العنف اللي اتزرع فيه ده كان ناتج عن عشته اللي عاشها قبل كده يعني حتى كل ما يحاول يخرج من المكانة الاجتماعية اللي هو بيتقال عليه فيها انه ناقص كذا كان بيرجع تاني لها والمجتمع بيذكروا بيها جوازه من خديجة ما نفعوش ولا حتى ادعاء النبوة في وسط قريش نفعو كانوا برضه بيشوروا عليه ويقولوا ده يعني انت مين انت عشان تدينا رسالة مش كده ده اثر فيه نفسيا فخلاه يوصل لحتة انه طب انا بقى حوريكم استنى علي اني جئتكم بالزرح بالزبح تبرير الحديث بقى انهم كانوا كفروا انهم مش عارف ايه انا عايزة اقولك ده عزر اقبح من زبن محمد كان شخص عنيف ودموي جدا وده اللي سابه ل المسلمين الى اليوم كم الغزوات كم القتل كم الغتيالات تقولك انه ده كان شخص عنيف ودموي ولا يمكن انه الله يستخدم شخص مثله في رسالة ترفع الانسان تغير مستواك الفكري والروحي من الجسديات اللي بتخليك دايما ترجع للشر بالطبيعة الانسانية موجود الى انها تخليك تسمو الى مرتبة المسيح تصور بقى انه الله عايزك تسمو الى مرتبة المسيح عايزك تكون زيه عايزك تكون طاهر زيه بالروح القدس اللي بيعيش فيك الله يداني ادوات كده لكن هناك مفيش الادوات دي النهاردة عايزة اركز على موضوع العنف الاسري اولا وانا شايفة انه طبعا الوقت بيجري والموضوع ده موضوع كبير جدا فانا النهاردة هركز على موضوع العنف الاسري وبعدين في الاسبوع اللي جاي هكلمكم على موضوع العنف بشكل اوسع وفكرة العنف في الكتاب المقدس اللي انتو عمالين بقى ترمهالنا كل شوية وتقولوا كان فيه عنف في العهد القديم وليه كان العنف في الكتاب المقدس والكلام ده نتكلم فيها برضو في الحلقة القادمة خليني اركز على يعني القصص الكتير اللي حصلت في الايام اللي فاتت وانا قلت ان انا هركز عليها النهاردة علشان خاطر يعني اتكلم عليها واحدة ورد تانية لاني مش كل شوية هعمل حلقة عن واحدة قتلت لكن انا عايزة اوريكم قبح هذا الامر من حياة الناس دي لازم يذكروا ولازم يكرموا ولازم نقول ان احنا هنقف في الصغر من اجلكم بس لو عملت كل اسبوع حلقة على كم جريمة قتل حصلت مش هنخلص مش هنخلص لان هذا العنف كتير جدا في مجتمعاتنا اللي لازم يخلص هو المصدر انكم تعرفوا انه الفكر الاسلامي هو المصدر ارجع تاني للجراف ده انا بس جبت في ابحاثة عملت في كلية بريطانية بتتكلم عن العنف تقابل يعني مين عنده قابلية اكتر للعنف الراجل ولا الست بيقولوا عموما انه العنف عند الرجالة في كل المجتمعات عامة البحثة دي قالت كده انه معظم البحثين بيقولوا انه في كل المجتمعات عامة العنف عند الرجالة اكتر من 80% اكتر من الستات 80% من الناس اللي بيعملوا العنف هم رجالة اكتر من ستات في المجتمعات كلها عامة الكلية دي اسمها جريشام كاليج في انجلتر شايفين هنا هم عاملين نسبة بين العنف بين الرجالة والستات الاحمر هم الستات والاعمار المختلفة عندك مثلا من 10 ل24 النسبة عموما انه الرجالة اكتر كتير وحطين بقى الاعمار من 10 ل14 من 15 ل19 وهكذا تقدروا تدوروا على الحاجات دي وتشوفوا الابحاث دي اتعاملت وكمان في تقسيمة بقى للمجتمعات اللي فيها العنف مركزه مركز ديني اكتر ولا اجتماعي اكتر هتلاقي ان المجتمعات الاسلامية والشرقية كلها تحت العنف الديني كده يعني ما لاش حل تاني فخليني اتكلم عن بعض الاحداث اللي حصلت من جرائم القتل في العنف الاسري العنف الاسري ده ايه العنف الاسري ده سلوك متكرر موجه ضد المرأة 95% من العنف اللي بيحصل جوه الاسر العنف الاسري موجه ضد المرأة 5% يعني اه ميبي واحدة ستة تضرب جزها الامين ولا حاجة يعني طبعا دي غير طبيعتنا مش طبيعتنا ان احنا نتصرف بالشكل ده المهم فمعنى العنف الاسري انه سلوك متكرر موجه ضد المرأة لسبب عشان يغير طبيعتها او شخصيتها او يلغي ما لا يعجب الرجل منها وهو نظام للسيطرة على المرأة بالقوة عشان يفرد عليها القوة عشان ايه يكسرها كده ده 95% في المية من العنف الاسري بيعملوا الرجل النظام القوامة هو السبب في هذا العنف الاسري الرجال قوامون على النساء دي اكتر ايات العنف القرآن ضد المرأة صورة النساء اللي انتو فرحانين بيها دي وعملوا تقولك ماذا عمل صورة للنساء مع ان هي مصدر كل الام المرأة هي صورة النساء دي او صورة النور مثلا وقيرنا في بيوتا حبس الست جاي من القادي خلينا نشوف قصة احلام احلام بنت في الاردن طلعت قصتها من كام اسبوع كده بنت بتصرخ 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 وبتقول لحقوني وبتندح على امها وكلام من ده وانا محطتش الفيديو يعني انا اسفة تعبت احط فيديوهات زي كده فحاجب لكم واحدة يعني قريبة من احلام بتحكي القصة بتاعتها نشوف الفيديو اللي جاي قصت امس على يد ابوها وذبحت بالسكين وكانت تصرخ باعلى صوتها وتنادي امها لكن للاسف شديد ما حتتحرك لمساعدتها كانت احلام تركب في الشارع وتسيل من رقبتها الدم بعد ما هربت من عائلتها لما كانوا يقوموا بذبحها وكانت تستنجد بامها بانها تتحرك لكن بقيت صامتة امها بحسب الشهود اللي قالوا لحقها والدها شعر بالعيب اني اطلق عليه والد لان الوالد او الاب هو يطلق او هو مسمى اشرف مسمى لا يطلق على المجرمين اللي يقتلوا بناتهم او يعنفوهم فهذا المجرم لحقها في الشارع وهشم راسها بطوب لما فارقت الحياة ثم جلس بكل برود يشرب شاحب جنب جثتها القصة يعني ما فيهاش تفاصيل كتيرة احلام بنت عندها 30 سنة نشوف فيه سلايد بعد كده قصة احلام عايشة في منطقة صافوت انا حطت لكم بس يمكن بتعرفوش تقروها لكن هقرها لكم في العاصمة عمان عانت التعنيف الاسري المستمر ولجأت لحماية الاسر عدة مرات ولكنها اكتفت كالعادة بتوقيع عائلتها على تعهد وتكررت محاولات احلام للنجاة وتكررت معها العهود الكاذبة حتى مساء امس الساعة تسعة سمع الجيران صوت غير معتاد اطلوا من النوافذ وكانت احلام بتجي في الشارع ورقبتها بيصيل منها الدم وهربت من عائلتها بينما كانوا يقومون بدبحها وكانت تستنجد بامها ان تتحرك لكنها بقيت صامتة بحسب الشهود لحقها والدها وهشم رأسها بالتوب حتى فارقت الحياة ثم جلس يشرب الشاي أنا يعني يعني يعين يا بنتي انت وكل اللي زيك مفيش حد بيقول احلام ايه كان جريمتها اولا فيه صورة كانت طالع الاحلام محجبة البنت بنت في التلاتينات من عمرها كانت بتعنف يعني مفيش حد قال مثلا انت ماشي مع واحد كلمت حد في التليفون قبلت حد كل اللي عملته انها راحت للشرطة كذا مرة تقولهم الحقوني بتضرب كل يوم اهلي حيموتوني ليه حد فيكو يقدر النهاردة في المجتمعات العربية يقول لي انه الراجل بيعنف بناته وامراته لسبب بصراحة يعني الا انه شايف كده ما تخرجيش انا انا شاكك فيكي انا هل حد يقدر يقول مثلا ان هذا الرجل لم يعني يستغل لبناته مثلا عندكو قد ايه قد ايه جرائم بتحصل من الرجالة اللي شايفين انه بناتهم مثلا اخلاقيا مش مزبوطين فيقوموا اقتصبهم هم مش ممكن يكون ده بيحصل لا ده بيحصل كتير كتير البنت مفيش حاجة مثبتة عليها انها عملت اي حاجة تقتل عليها هي طبعا مفيش حاجة تقتل عليها لكن هي مفيش ثابت عليها اي مشكلة تقول انها كان عندها انها مسبب مشكلة اجتماعية الاهلا لكن ابوها قرر انها تخرج عن طوع وحيقتلها وامها قررت انها تشوف بنتها تتدبح وتسكت لانها ما تقدرش تتكلم وسؤالي مين اللي عمل لابوها الشاي وجابهوله وقدي لسه متعاصب الدم وقعد يشرب شاي قدام البيت وجسد بنته قدامه كده والجران اللي كانوا بيقولوا سمعنا شيء غير عادي لا احلام كانت بتضرب كل يوم والبيت ده كان بيطلع منه سريح كل يوم بس اصلا مش غريبة لانه زي زي بيوت المسلمين كلهم اللي حواليك اللي طالع منها السريح ليل ونهار بس احنا ما بنمدش ادنا عشان بنخاف مش كده لكن الحمد لله انه في بعض الناس قدروا يطلعوا ويطلبوا بتغيير القوانين وكده شوف الصورة اللي بعد كده كان فيه مظاهرات كتيرة ومطالبات كتيرة بانه الناس تقف جنب البنات في المجتمع المعنفة دي والصورة دي عجبتني انه الدم عمره ما بيصير شاي واحد قاعد شرب الشاي جنب جسد بنته شاي وزجارة كأنه قاعد في جنينة الاسماك مثلا انا مش فهمة اين هذا القلب هل المجتمعات الاسلامية بتعرف معنى الابوة الامومة الشرف العار الكلام ده كله المسألة مش يعني مش مصطلح الشرف والعار لا المسألة اللي عمله في قلبك التعليم الاسلامي اللي خلى بنتك تبقى شيء واللي خلى نفسك تبقى فوقها واللي خلى مفهوم العرض والشرف يبقى مرتبط بطرحة على رأس بنتك ولا انها هتكلم ولد ولا هتكلم بنت ولا هتخرج ولا هتشتغل مجتمع الاردن بالذات الرجالة بتمشي تقول فيها يعني ايه اختي تشتغل لقعيب لقعار ماينفعش الناس تقول علي ايه طب لو عايز تخرج وتشتغل اقتلها عادي بيقولوا كده على الكاميرات عادي عشان كده الكلام ده متفشي على فكرة عملتلكو حلقات كتير عن موضوع الجرائم الشرف والعنف ضد المرأة كتير وهفضل هفضل اتكلم في الموضوع بزور ده ايه وجزور ده ايه اللي قال لك المرأة تعذر في الاسلام وتعمل فيها ايه تجلدها ونقف في الشوارع ونشوف ستات بيجلده عادي قصد ده الشرع اي شرع ده انا الاوان انكم تشوفوا انكم بتتبعوا دين شيطاني شرير النهاردة كمان عايز اقدم لكم صورة اخرى انا بشكر ربنا ان انا قبل ما هقدم الصورة البشعة لقصة البنات دي انا قدمتها قبل كده في حلقات جراء مش شرف لكن النهاردة انا هرجع اقدمها تاني لانه الرجل ده اتقبض عليه الفرق بقى بين الشرق والغرب شوفوا الصورة اللي جاية دي ده ياسر عبدالسعيد ده مصري عايش في امريكا كان وعنده بنتين كانوا 17 و18 سنة سارة و انا اسف انسيت اسم البنت التانية لكن امينة وسارة امينة وسارة سعيد بنات زي الامر لطاف ومليانين بالحياة قرر هذا الاب الشرير انه يقتلهم بعد ما عزبهم سنين عمرهم كل يعني تقدروا ترجعوا ممكن احط لكم الحلقة مرة تانية اللي قدمنا فيها القصة بالتفصيل لكن شوفوا عقل هذا الرجل ازاي بيشتغل فيه فيديو هو الفيديو بالانجليزي لكن انا حاول اقول خلي الصوت مفتوح وانا حشرح اللي بيحصل في الفيديو كان دائم تصوير بناته وعلى فكرة كان بيستغلهم جنسيا والبنات حاولوا انهم يشتكوا ما قدروش عشان العار والكلام ده كله نقدر نحط الفيديو وانا بتكلم شايف يقول لها يا سلامة على عيني أنا حاطت عيني عليك لبنته فالبنت اعتقد ونحرجع بص بقى هو بيرائب بنته ويشتغل بيقول لختها شايف بتبتسم للزبو بتتسم بتبتسم بتتسم الكورتش اللي سايد لا تريد لغة اعتقد بلاد المسلم فايد اعتقد انه لم يتو انه اعتقد لم يتو انه اعتقد لذلك اعتقد انه اعتقد انه استخدام انه التصميم ال دو ال المسك و اللي حقق في ال جريمة عارفين الختام بتاع الفيديو إيه؟ إنه هذا الرجل لم يستطيع إنه يتعامل مع فكرة إنه بناته ممكن يتجوزوا حد من برة الإسلام أو إنه هم يعني يقرروا إنه هم يعيشوا حياتهم بصورة مخالفة للإسلام واحدة من البنات كانت فعلا بتحب ولد وكانوا حيتجوزوا وزميل لها في المدرسة هي أمها أمريكية واترب التربية أمريكية ولكن تربية يعني مغلقة ما هيقاش تربية مفتوحة أبدا يعني وكانت فعلا حيتجوزوا بنات عاديين بيشتغلوا عايزين يتجوزوا وعايزين يدخلوا الكلية وعايزين يبقى لهم حياة لكن هو قرر إنه البنات دول مش هيعيشوا وقتلهم والبنت بتقول الحقوني أبويا قتلني واحدة ادها رصاصتين خلصت على طول والتانية تسع رصاصات تسع رصاصات وسبهم في الشارع وقعد هربان عشر سنين آدي بقى الفرق بين الشارع والغرب كان محطوط على the most wanted list على للFBI استنى على دي شوي فلقوه ولقوه ولقوه مستخبي عند أخوه وابنه والتلاتة تقبض عليهم الفرق إنه في الغرب حق البنت مش هيتساب واللي هيعمل جريمة هيعدم عليها زي جرائم كتير جدا بيمسكوا الأهل بيدخلوا السجن اللي بيتعدم بيتعدم واللي بيتسجن مؤبت بيتسجن بياخدوا القصاص الحقيقي بقى مش القصاص بتاعك وإياه تلاتة شهر ويخرج والبنات حياتهم راحت هذا العنف اللي مصدره إنه مثلا الأب لا يقتل بالبنت أو الأب مش كده لكن ممكن يدفع تعويض واحد بيسأل يقولك يعني إيه ده يعني بصوا من عدل الإسلام إنه أهو لو أنت هتضرب الأبن أو البنت فتعمل لها بروز يعني ولا كدما لازم تدفع عدية حتى الأب يدفع عدية لا يا راجل منت قلت له ضربها من الأول منت أعطيته هذا الحق من الأول ما أنت عندك ناس بتقتل عيالها وتدفع عدية وتطلع عدية براءة زي الشيخ اللي اغتصب بنته اللي عندها خمس سنين دي وقتلها وعذبها وبردو خد براءة سريعاً هنشوف الصور اللي جاية دي فيها يعني يعني العنف ضد العنف اللي جاية من الأباء أو من الأزواج أو من الإخوة اللي كل مصدره حق هذا الرجل سلطته على البنت ملك حضر الزبادي مثلاً دي البنت دي عيشة القطيتي إذا كنت قلت الكلام صح عيشة بنت عشرينية من ولاية الخبور في عمان قتلها حد من عيلتها يمكن أبوها تقريباً لأنه اشتبه في حملها محدش قال إنها كانت حامل حتى لو كانت حامل مش من حقك تقتلها الله عايز الناس تعيش تتوب إنت قتلتها لو كانت حامل ولو كانت غلطة فعلاً إنت قتلتها وقتلت معاها يعني حقها في الحياة وحقها في إنها تلاقي ربنا وتتوبها وتعيش حياة نظيفة بدل ما تديها حياة وتساعدها اللي بعد كده دي ملاك حيدر الزبيدي اللي اتحرقت علشان جوزها كان حبسها وقدمنا لكم حلقة كاملة عليها اللي بعدها ده كان جوزها ده بقى البنت راشا اللي أخوها كان بيقتلها لأنه واحد اقتصبها ده واحد اقتصبها من جنود الأتراك وده حطها جنب الحيطة ودقتلها بالرشاش كده زي ما تكون واحدة جندي هربان من حرب ولا حاجة غير كده بقى إنه الناس اللي في الفيديو بقى اللي كان وراه واقفين يلا بقى غسلت العار مش عارف ايه والأستد زغرت اللي أكيد من ضمنهم أمها واختها وعمتها من أين أتى هذا العمر إزاقب بيشوف بيشوف بنته في الإسلام إزاقب بيقوم بيقوم بأعمال خادشة للحياء مع بناته فاكرين الحياءات إياها اللي عملناها لكم عن تصرفات محمد مع بنته علشان كده يجي واحد زي محمد سعيد ده يبص البنته يقول لا لا انت بش تطلعي برا العنين الحلوة دي بتاعتي مش بس كده لا يقتصبهم كمان محمد كان يعني أما يقول لك مش عارف ايه ويمص لسن ايه ويعري صدرها ويحط راسه عليها لو انت شايف ان ده طبيعي روح لدكتور فليز لو انت شايف ان ده طبيعي قوم روح لدكتور ده مش طبيعي دي تصرفات ناس يعني فقدوا مفهوم النقاء والطهارة أرجو ان اللي شايف ان اللي عمل ومحمد ده مثلا اذا كان مع بنته فاطمة اللي كان بيرتح لها بقى دي دي اللي على الحجر يعني ليه كان في بينهم وبين بعض علاقة غير طبيعية غير طبيعية اقرأ كتب وما تقوليش ده مش صح لو مش صح شلوه بس هو كده ده التراث بتاعكم ده التراث اللي كان بتاعنا كمان يعني انا انا كنت بسمع الحاجات يقول لا يعني مش معقول يعني ده لو كنت شايف ان ده طبيعي صلي انه يعني انه ربنا يفتح اينيك ويغير نظرتك الراجل الشرقي بينظر لمسئوليته في البيت على فكرة مش الشرقي بس فيه مجتمعات بتشترك معانا في كتير من الفكرة الزكورية دي مثلا المجتمع الهسبانك اللي هم المكسيكان مثلا عندهم سيطارة الراجل في البيت دي بشكل واضح جدا لكن ما هياش مش اثارها ديني يعني مش سببها ديني لكن هو سببها مجتمعي ان الراجل لازم يعني يتساتت في البيت ما هياش مش اصلها ديني لكن احنا عندنا اصلها ديني خليني اقول الحتة دي ما دام حطتها كان فيه فيديو طلع ما احناش عارفين هو بتاعمين لكن واحدة ست بتسرخ والهاشتاج ده بتاع انقذوا معنفة الرياض طلع وانتشر في على التويتر بشكل كبير جدا واحد بيقول انا طلبت الشرفة الشرطة فجي العسكري والعسكري خايف انه يدخل علشان لو دخل المواطن ده ممكن يكون معاه مسدس ولا اي حاجة يقتله يعني انتو سمعين الست كل يوم على فكرة التويتات بتقول ان الست دي كل يوم بتسرخ واتصلوا بالشرطة ومش عارفين يعملوا ايه الناس الجيران بقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه يا اخي يقوم خبط على الباب وقول له اختشي على دم مكعب كده بس هيعمل كده ازاي انا مش هاخد تاني فيديوهات هنخلي بقية الفيديوهات والصور للأسبوع اللي جاي علشان هكمل موضوع العنف في البيوت والعنف في عموما والعنف في الكتاب المقدس علشان يكون عندنا نظرة واسعة يعني بدقة بدقة اكتر ارجو انه النهاردة اللي قدمنا ده ما تاخدوش بشكل حساسية لكن صدقوني انا يعني حسة انه موضوع العنف ده لو انكسر في مجتمعاتنا وفهمنا جزوره وفهمنا اسبابه يمكن نبتدي نتقدم شوي انبارح كنت باسمع واحد مش هقول اسمه هو معروف على على يعني صفحات التواصل الاجتماعي بيقدم كده فيديوهات لطيفة درس علم نفس وبيتكلم بطريقة يعني انه ازاي تبقى حياتك ايجابية فقال انه كان شخص عنيف جدا وقال انه ممكن مثلا انه يبقى حد يكسر عليه بالعربية فيقوم ينزل يضربه عادي لحد ما مرن نفسه وقهب نفسه وقعد مش عارف ايه ده خلاني يعني اشوف انه اللي بيحصل في مجتمعاتنا الشرقية هي يعني روح شر بتسيطر على الانسان وانه الانسان عندما يعي لمصدر روح الشر دي والامراض اللي بتضعها ارواح الشر دي جوانا بيبتدي يتغير الانسان لما بياخد قرار يتغير بيتغير لكن الافضل والاعظم عندما تنظر الى الله وتفهم قلب الله لك وتفهم ان الله عنده شفاء لك الله عايزك تكون مقدس زيه عايز افكارك تكون نظيفة زيه عايز يساعدك ويدي لك ادوات تنظر للاخرين وتشوفهم من عينينا الله اللي قال كده انا خلقت الانسان على صورتي ومثالي يعني لما تبص للانسان اللي قدامك تقول انا شايف صورة الله الكلام ده مش هتقدر تعرفه اللي زقريت الكتاب المقدس ايه اذا عرفت على قلب المسيح ليك ايه اذا فهمت ان الله شايفك غالي عليه جدا لدرجة انه يجي هو بنفسه عشان يفديك من الخطيئة ومن الطبيعة الانسانية الشريرة علشان يكون ليك هو ملجأ مش تطلع غلك وقرفك وهمك في عيلتك لا تاخد همك وقرفك كله تحطه عند ربنا وتقوله طهرني يا رب طهرني فأبيض ده أكثر من التلج مش تروح تحول تطهر انت غيرك بطريقتك فتقتلهم وتشيلهم من على وش الدنيا من غضبك ومن قرفك لا الله عايز يقولك تعالي انت أطهرك انت الاول فتقدر تشوف الناس بعناي انا لكن لن تجد هذا الاسلوب او لن تجد هذه الحقيقة الا في الكتاب المقدس الا مع الرب يسوع المسيح فأنا بصلي يا رب الام انه اللي ما قدمناه اليوم يا رب سبت كل كلمة قلناها النهاردة في قلوب اخواتي انهم يعرفوا الحق والحق يحررهم وانه يشوفوا رجائك يا رب انه هناك مخرج انت يا الله المحب الحاضر في وسطهم لك في الموت ما خارج تنجي نفسهم من فك ومن فخ الصياد في اسم يسوع اظن امين الى اللقاء احبائي في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة